هل يمكن أن يقع بعض المسلمين من هذه الأمة مما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الشرك هل يمكن أن يقع من يشهد بالشهادتين في الشرك بالله رب العالمين الجواب نعم يمكن أن يقع بعض أفراد هذه الأمة في الشرك بالله تعالى وقد أشرنا إلى هذا المعنى قبل وقلنا سيأتي أشرنا إلى هذا المعنى عند قول النبي عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع بعض الصحابة وكان فيهم من كان حديث عهد بكفر كما ذكر أبو واقل الليتي فمروا بشجرة ذات أنواط فقالوا له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث وقد سبق فقد قال صلى سلم في آخره لتركبن سنن من كان قبلكم أي لتتبعن سنن من كان قبلكم أي نهجهم وسبيلهم بمعنى أن بعض هذه الأمة سيتبع الكافرين في المعاصي والمخالفات دون الكفر وأن بعض هذه الأمة سيتبع الكافرين في الشرك بالله رب العالمين هذا المعنى الذي تقرر وسبق معنا في ذلك الحديث قد جاء مصرحا به في حديث آخر ولهذا قلنا هناك سيأتي الكلام عليه بشيء من التفصيل جاء مصرحا به ومبينا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين بيانا واضحا مؤكدا أن بعض هذه الأمة سيتبع نهجا وسبيلا من سبق من الأمم سواء أكان ذلك في المعاصي والمخالفات الشرعية دون الكفر أو كان ذلك في الشرك بالله رب العالمين لتتبعن سنن أو سنن لتتبعن أيها المسلمون لتتبعن بمعنى سيتبع بعضكم سيتبع أفراد منكم نهجا وسبيل من كان قبلكم من الكافرين حذو القذة بالقذة هذا لفظ الإمام أحمد وجاء في صحيح البخاري لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع قوله عليه الصلاة والسلام حذو القذة بالقدة أو في الرواية الأخرى شبرا بشبر أو ذراعا بذراع المقصود به المبالغة في الاتباع بمعنى أن بعض أفراد هذه الأمة سيتبع سبيل الكافرين اتباعا تمما كاملا سيتبعهم في كل شيء في أمورهم الظاهرة وأمورهم الباطنة وهذا قد وقع فبعض أفراد هذه الأمة اغتر بمظاهر الكافرين فاتبعهم في الظاهر وبعض أفراد هذه الأمة اتبعهم في الباطن بعض الأفراد اتبع في الظاهر دون الباطن أي اتبعهم في المعاصي والمخالفات ولم يتبعهم في الكفر وهذه معصية وبعضهم بالغ حتى وصل به الحد إلى اتباعهم في الكفر بالله رب العالمين ولهذا نسمع هنا وهناك أن من المسلمين من تنصر وأن منهم من تهود وأن منهم من صار مشركا وأن منهم من صار منحرفا لا دين له ملحدا وهكذا فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعض هذه الأمة سيصيبه ويحل به هذا ولا شك أن هذا الأمر لا يصيب ولا يقع إلا على من لم يخلص لله رب العالمين دينه ويحلو الأنس مع قناة الأنس